السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا طلاب الصفر الخامس الابددائي معاكم مستر محمد منصور من قناة اشرح لي ان شاء الله هنبدأ في الوحدة الاخيرة مع بعض من منح خمسة ابددائي اللي ما شافش معانا الفيديوهات اللي فاتت يرجع ويشوفها علشان يستفيد من اول المانهج مع بعض وان شاء الله بنبدأ في الوحدة التالتة مع بعض وشارحين المانهج من اوله وحده بواحدة. نبدأ نام بين الكائنات الحية. اننا عندي الكائنات الحية والكائنات الغير الحية. كائنات الحية زي النبات زي الحيوان زي الانسان دول كلهم اللي بقدروا يأكلوا وبيقدروا يعيشوا وبيقدروا يموتوا. اما باقي دي الكائنات ما بتقدرش تعمل اي حاجة من دي. انا عند الكائنات الحية زي النبات والحيوان والانسان. اما الكائنات الغرحية طبعا زي الخشب الباب اي حاجة ما بتتحركش او بتعيش او بتموت. هنتكلم معان اول حاجة الغذاء. الغذاء ده مهمة اوي. هو المصدر الرئيسي والاساسي عشان احصل على الطاقة. فيش افيش كائن يقدر يعيش من غير ما يكون. فيش كائن على وجه الارض يقدر يعيش من غير ما يكون. ولو كان مين? ما يقدرش. لا يستطيع. لا يستطيع ان يتحمل. يبقى الغذاء هو المصدر الاساسي عشان الطاقة. عشان كل الكنة دي ما عندها طاقة. والكنة دي الحالة بتختلف طبعا في طريقة الحصول على الغذاء. عندي مثلا زي الانسان. بيحصل على الغذاء بتاعه من النباتات والحيوانات. بيأكل نباتات وحيوانات. ما عادة طبعا الناس بتغسطين. بيأكلوا حشرات. ملناش دعوة بيهم. فالانسان بيأكل ايه? النباتات والايه? والحيوانات. الحيوان بيأكل برضو النبات والحيوان والحشرات. الحيوان ممكن يفتلس بعضه. ممكن يأكل نباتات. ممكن يعيش على الحشرات. يعني زي ما هو عيز. النبات برده ممكن يحصل على الغذاء من نباتات والحشرات والتغذية الس nettية عن طريق عملية البناء الضوية Adsと呼avan من ان في نباتات النبات تعالى نخد بقى الالاقات الغذائية العلاقة الجزائية ما بين كائنات وبعضهم ما بين بقى الإنسان والحيون والنبات وبعض قال عن تلات حاجات الافتراس التكافل او المعيشة الترمم الافتراس التكافل او المعيشة الترمم قال لي التكافل او المعيشة دول لهم تلات حاجات تبادل منفعة افادة تطفل تبادل منفعة افادة تطفل تعالى بقى نمسك اول حاجة الافتراس هو الافتراس دي ما احنا شايفين كده تي الاسد بيقدر يفترس الفريسة بتاعته ويقدر يأكل الحيوانات اللي زي عشان كمعنا الافتراس هو علاقة غذائية مؤقتة نركز على كينوة مؤقتة علاقة غذائية علاقة بتاعة الغذاء ما بين الكائنات الحية ما بين الكائنات الحية اللي بيحصل فيها بيلتاهم بيقتل يقتل فيها كائن حي كائن حي اخر كائن حي بيقتل كائن حي تاني عشان يقل ده الافتراس يعني حاج واحد بيقتل واحد عشان يقل الأسد مثلا بيقتل استماحل الظرافة بيقتل الغزالة عشان يقلها تاسموا ليه الافتراس تاسموا يوايه المفتلس الافتراس قال للنمط ده بتحصل كينوة الحية على غذائة ازاي بمهاجمك بتهاجمه وتقتله وتلتهمه يعني بتاكله كائنات حية أخرى سواء كانت من نفس نوعها أو من نوع إيه آخر قال لي خلي باقي الافتراس عندي على حاجتين حاجة اسمها الفريسة وحاجة اسمها المفترس تعال ناخد إيه هو المفترس ده المفترس هو الكائن الحي الذي يلتهم كائن حي آخر الكائن اللي هياكل الكائن اللي هيلتهم الكائن اللي هياقتل هو ده اسمه المفترس زي الأسد وده الضبع قدامنا كده هو ده اسمه الكائن المفترس أما الالف ده الأسد والنمر والسقل ده كلهم مفترسين طيب إيه الفريسة الكائن اللي هيتاكل الكائن اللي هيتقتل الكائن اللي هيتقتل الكائن اللي هيحصل له التهام اللي هيتعرض للالتهام ده اسمه الفريسة ده اسمه إيه الفريسة زي الحمار اللي وحشه قدامنا كده الضبع خلاص التهمه كلوا، خلص عليه هيكلوا بقى يعني قلاص قدروا هيكلوا بقى زي مين؟ زي الارنب؟ زي الغزالة؟ زي الفار؟ قدول كلهم ايه؟ قدول كلهم كائنات فريسة بيع وفرائس ماشي جدا شباب قال لي الافتراس ممكن يكون في عالم الحيوان وده الاكثر شيوعا ده اللي هو مهم يعني الشيعة جدا عشان الحيوانات اصلا كائنات غير زيدي ما بتعرفش تسنى غزاء بنفسها ما بتعرفش تسنى غزاء بنفسها لازم تحصل على الغزاء بتاعها من كائن حي ايه؟ اخر قال لي الكائنات المفترسة بتقوم بمهاجمة والبهام الفريسة عشان تحصل على الغزاء زي مين؟ زي الاسد والنمر والصقر والحوت والقرش والتعلب والعنكبوت بيستخدم عشان شي باقي عشان يستضر حشرات ده كلها اسمها كائنات مفترسة وده في عالم الحيوان طب ما دي بقى نشوف هل فيه كائنات مفترسة في عالم النبات اللي هو الاقل شيوعان هو الاقل شيوعان يعني مش موجود بكتير موجود شوائز غيرين ليه؟ اقول له عشان النباتات دي كائنات ذاتية التغذية بتعرف تسنع غزاء بنفسها عن طريق عملية البناء الضوئي بتعرف تسنع الغزاء بتاعها بنفسها بس فيه بقى نباتات ما بتعرفش تسنع الغزاء بتاعها بنفسها للاسف فهادية اسمها نباتات مفترسة نباتات ايه؟ مفترسة ما بتعرفش تسنع غزاءها بنفسها عملت بتعمل ايه؟ انا ما بتعرفش تجيب النيتروجين اللي لازم من الترب ما بتعرفش تجيب النيتروجين فبتاكل الحشرات عشان تمتص منها النيتروجين عشان تكون البروتينات اللي هي عاوزها يبقى بتجيب الحشرات تمتص منها النيتروجين عشان تجيب البروتينات اللي هي علشان تقدر تعيش به فيه نباتات كده طب تعالى نشوف انواع النباتات دي مع بعض قال لي النباتات بتلجأ الى الافتراس بعض الحيوانات صغيرة دي الحشرات مثلا عشان تحصل منها على النيتروجين وهي دي هي النباتات المفترسة زي مين؟ الدايونيا نبات اسمه الدايونيا دي ما احنا شايفين جده نبات الدايونيا نبات الدروسيرا ولازم تحفظ النباتات دي الدروسيرا نبات حامول الماء تكون لها نباتات مفترسة طب ليه تفترس عشان تحصل على النيتروجين وين اللازم علشان بتاعي تحصل على النيتروجين اللازم لنمو النبات ماشي كده شباب او علل علاقة الافتراس ليه علاقة مؤقتة زي ما قلنا الافتراس علاقة مؤقتة لاني بمجرد ما الكائن الحي هيقتر الكائن الحي التاني خلاص العلاقة خلصت بقاش في علاقة دي خلاص مويته هيبقى في علاقة؟ لا طبعا هيبقى لانها تلتهي بالاتهام الفريسة او جزء منها اول ما الفريسة درس اتريتها خلاص العلاقة خلصت فيبقى دي علاقة مؤقتة بعض النباتات بتلجأ افتراس الحشرات عشان تحصل على المواد النيتروجينية اللازمة عشان تعمل ايه البروتينات لتكوين مين البروتينات اللي بقى فيه كائنات عندي بتعرف تحمي نفسها من الافتراس بسميها وسائل الحماية من الافتراس ازاي بيحموا نفسهم الاول حاجة عن طريقة التمويه او الاختفاء التمويه او الاختفاء بعض الكائنات الحية بتتلون بالوان البيئة اللي بتعيش فيها عشان تتخفى او تهرب من الاعداء وبعض الكائنات الحية بتتلون بعض الكمات الحية بالوان البيئة اللي بتعيش فيها عشان تتخفي او تهرب من الاعداء زي ضبعا بعض الفراشات والضفاتع قدامنا ديه تست vandaag البعض التي بتغير لونها جلدها علشان طبعا تمثل لون البعض البيئة التي بتعيش فيها بعض الفراشات والضفاتع زي ما شاهدنا ايه لوال مغيرنا اللون الاخدر لكي تتخفي من الأعداء قال لك في حيوان اسمه حيوان السبية هذا يصل سائل لونه اسود ويشبه الحبر في المياه لكي يتخفي من الأعداء حيوان اسمه السبية حيوان اسمه السبية قال لي برضو عندك حاجة الحرباء يعني حيوان اسمه الحرباء بنسميها الحرباية بتتلاون بألوان تشبه اللي بتعيش بها برضو زي الضفدة برضو. بتشبه لون الجلد. يعني بتبقى لون جلتاعة شيء زي البيئة اللي هي بتعيش فيها. طب ليه? قال لي عشان ما تكونش واضحة الاعداء وتعرف تستخبه من الاعداء بتاعتها. دي اول حاجة من وسائل الحماية. تاني حاجة المحاكاية. يعني يبقى المحاكاة? قال لي طريقة يتشبه فيها الكائن الحي غير الدار بكائن حي اخر دار. او السام عشان يتجنب من الاعداء بتوع. قال لي تبا انا مش فاهم. يعني كائن الحي بيبقى كائن حي مش دار. ممكن يكله ما يحصلوش حاجة. لا ده انا هتشبه بكائن حي تاني عشان لو هو شافني في كائن الحي التاني ده وكاني هيحصل له مرأة. طب ما ديجي نفهم اكتر. عندك دي النحل. النحل في بعض الاوقات بيبقى بياخد نوع يعني ايه? بيشبه نوع من الدبابير. بياخد لون واقع شكل اللي هو الايه? الدبابير. طب ليه? وبيعمل كده ليه? قال لي ما هو لو نبات كيه قال النحل هيستفاد. اما لو جيه قال الدبابير مش هيستفاد. هيبقى دار عليه وممكن يموته. فعلشان كده النحل بياخد لون التبابير. لما بياخد لون الدبابير يجي بقى النباب بقى عشان ياكله اللي هيعمل شكل الدبابير. فطبعا لو قاله هيموت فطبعا ما بيكلوش. وبيسيبه. فكده النحل بيقدر يحافز على نفسه. وبيقدر بتجنب من الاعداء. طبعا الخطوط الموجودة على جسم الدبابير بتتشكل وسيلة لاخافة الاعداء وطريقة الايه? وطريقة للهرب. ماشي كده شباب. دي كده يعتبر الافتراس بكل حاجة فيه. ناخد تانية حاجة اللي هي ايه بقى? التكافل او المعايشة. التكافل او المعايشة. قال لي برضي علاقة غزائية. مش طرقة. ما بين نوعين مختلفين من الكائنات الحاجة. تبادل منفعة. افادة. طفل. تعال نفهم كل واحدة دلوقتي. قال لي علاقة غزائية ما بين الكائنات الحاجة. نوعين مختلفين من الكائنات الحاجة. قال لي لو الادنين هيستفيدوا اسمها تبادل منفعة. يعني انت هتفيدني وانا هفيدك. احنا الادنين هنفيد ببعض. اللي هي اعتبر المصلحة يعني. انت هتاخد حاجة وانا اخد منك حاجة. وكده احنا الادنين ايه بقينا مع بعض. زي العصر. ده اسمه ايه? تبادل منفعة. او احدهما يستفيد والتاني ولا يستفيد ولا يدار. مش هحصل له اي حاجة. انا هستفيد منك وخلاص. يعني انا هستفيد منك وخلاص. مريش عندك حاجة. ولا انت هتاخد مني حاجة. ولا انت هتتأذي. اللي ايه انا هستفيد منك. انا هستفيد منك. اسمها افادة. انا هستفيد منك. يعني انا هاخد منك. بس انت ولا هتتأسي ولا يجي لك ححل ولا يجي لك حاجة وحشة. انت مش فارق معاك حاجة اصلا. او التطفل. ايه التطفل ده? احدهما يصب بازا. يعني انا هاخد ايه? اخد منك اللي انا عاوزه. وهأزيك بس مش هموتك. هأزيك بس. هزيب لك الضرر بس. بس مش هتموت. لان طبعا لو موت يبقى اسمها ايه? اسمها افتراس. عشان اموتك. ده ما ما اسمهاش. افتراس اسمها تطفل. اللي هو ايه? اللي هو ايه? اللي هو انا هأزيك بس. اخد منك اللي انا عاوزه واسيب لك الازا والضرر. بس مش ايه? مش هموتك. يبقى ده اللي هو التكافل او المعاش. تعال نمسك واحدة واحدة بقى. نشوف من امثلة على كل واحدة. هنخلص في امنا معناها. فنمسك الامثلة بقى. ده علاقة غزائية بين كائنان مختلفين. يستفيد كل من هما من الاخر. ده اللي هو تبادل المنفعة. قال لي زي العلاقة ما بين البكتيريا العقادية و جزور النباتات البقولية. جزور النباتات البقولية زي الفول مثلا. يعني جزر الفول مثلا. وليكن جزر الفول زي ما قال لي. قال لي البكتيريا العقادية دي اصلا بداش اصلا في جزور النباتات البقولية. زي زي الفول. طب ازاي 2 اتنين يسافذوا من بعض قالي البكتيريا العقادية ستثبت النيتروجين يز ré الروعة ومديها للجزر النباتLe Bikolita وقال ليها تتنوى لجزر النباتOTH في أول ما قادر موقفة البكتيريا العقادية فادد جزور النباتات البوكولية طيب جزور النباتات البوكولية هتقول لها ايه هتقول لها لأ ما انت مش هحسن مني تعالي ده انا وانا بعمل عملية البناء الضوئي هتديكي السكريات عشان تكلي هتديكي السكريات عشان تكلي يبقى كده انا استفدت وانت استفدتي اسمها ايه تبادر منفعة انت بتستفاد وهو بيستفاد البكتيريا العقادية زي ما هتدي النيتروجين في سورة غير عضوية لنباتات البوكولية النباتات البوكولية هتقول لها انت مش هحسن مني تعالي خدي مني السكريات وانا بعمل عملية البناء الضوئي عشان تكلي صعبة؟ مش صعبة البكتيريا بتعايش على جلد الانسان مثلا تبيعيش على جلد الانسان مثلا جلد الانسان باكله وبتشرب وبتنام بتاكل واي practicum اسمه المقوىran المقوى انتهأكل وتنام slate باهان انسان اذا اداى الاكل والشرب والمقوى هي هتديني ايه متبادل منفعة انا اديد اهو اكل وشرب وكل حاجة هي هتديني ايه قال لي خلي بالك هتزود من مناعة الجلد لدى الانسان ضد الاسابة بالامراض مش هتخلي له يجيله امراض جلد كتير هتحميه من بعض امراض الجلد فكده هي فديده ولا ما فديدوش فادت الانسان وفي نفس الوقت هي استفادت فبالتالي يبقى بتحصل البكتيريا على الماء والغذاء للانسان طبعا ومن الجسم الانسان وفي المقابل بيزيد من مناعة الجلد لدى الانسان ضد الاسابة بالامراض قال لي فيه امعاء فيه بقى طبعا بكتيريا برضو بتشفي الامعاء الدقيقة برضو بتاكل وتشرب ومأوى وكل حاجة طب الانسان استفادت بيستفيد منها بايه قال لي في المقابل يحوي بعض بقايا الهضم في الامعاء لدى الانسان الى فيتامين بي بتحول بعض بقايا الهضم الى فيتامين ايه بي في جسم الانسان يبقى كده استفادت والانسان برضو إيه استفادت كده تبادل المنفعة طب الافادة قال لي ملاقة ما بين كائنين واحد بيستفيد واتنان ولا يستفيد ولا يدار مش فارق معي حاجة يقول لك أنا مش فارق معي حاجة انت خل瞭 انت عượز ويمشي أنا ولا يدار ولا هستفيد أنا مش عاروز منك حاجة قال لي زي الأحياء المائية الموجودة الدقيقة وحيوان الإسفنج الأحياء المائية وحيوان الإسفنج الأحياء المائية بتقدر لي تعيش في تجاويف جسم حيوان الاسفنج زي ما احنا شايفين كده هذه الأحياء المائية وبدأي شتاخل الاسفنج والاسفنج بيدها المية وكل حاجة طب الاسفنج هل بيأخد منها حاجة ولا بيأخد منها أي حاجة ولا بيستفيد ولا بيضار ولا الهواء ولا لو دعب أصلا موجود الأحياء المائية الدقيق هو أصلا مش حادث بها فده كده اسمه إيه الإفادة واحد بيستفيد والثاني ولا بيستفيد ولا إيه ولا بيضار ثالث حاجة وآخر حاجة الواء التطفل ده علاقة غزائية ما بين كائنين مختلفين واحد ها يستفيد واسمه التفايل والثاني هاي صاب بأذى أو ضرر واسمه العائل لازم نفهم العلاقة دي كويس التفايل والكان الحائي الذي يستفيد من علاقة التطفل ويسبب الضرر للعائل أما العائل هو الكائن الحائي الذي يصيبه الاذى اللي هو يتصبقه او تدرى من علاقة التطفل قال لي التفايل بيعتمد على العائل اعتماد كلي بيعتمد عليه في كل حاجة اعتماداً كلياً عشان يوفر الروحة الاجادة الهزائية لما بيعمل كده قال لي بيساء العائل طبعاً بيضعف اللي هو يعني بيتصب اذا ورا اذا ورا اذا بيحصل ضعف فيه بس هل بيقتله هل التفايل يقتل العائل لا طبعاً لان لو قتله هتبقى كما تفعل الكائنات المفترسة بفرائصه لو قتله هيتبقى مفترس كاينات مين المفترسة بما بيقتله بس بيسيبه بايه بضعف بيسيبه بايه بضعف قال لي التطفل عندي فيه حاجة اسمها تطفل خارجي وتطفل داخلي نمسك التطفل الخارجي التطفل الخارجي ده بيتعيش التفايلات على جسم العائل من الخارج بتعيش من بره وبتتخزى بامتصاص تتنمى من جسمه بتعيش منين؟ على العائل من بره ما بدخلش جوا بتعيش على الجلد من بره زي طبعاً الامل والنمل والبراغيت والبعوض والكراد وحاجة اسمها كتئ الامبيري انت كله بيبقى على جسم العسام من بره بياخد منك الدم من بره ويسيبك ويمشي يبقى كده هو تطفل عليك خد منك الدم وانت تأزيد بس انت ما متش هل فيه حد مثلا بيموت مثلا من قرصة نملة او قرصة حاجة؟ لا طبعاً انت اتأزيد وهو خد منك اللي هو عاوز ومشي وانت تسبت بدرر يبقى اسمه ايه؟ تطفل اسمه ايه؟ تطفل ماشو ده تطفل خارجي عشان على الجسم من بره قال لعنت حاجة اسمها سمكة الامبيري اهيان ديت شكلها دي سمكة دائرية عادية من الفقوق وبرضه من التفايلات الخارجية وزي ما بيعمل الدبان بيعمل معانا هي بتعمل مع الاسماك الاخرى تمتص دم الاسماك الاخرى وطبعاً بيتطفل عليهم لان الاسماك التانية بابتاخدش منها اي حاجة بيتصب ازا وخلاص بعد جد لطفل الداخلي زي البالهاريسيا وطودا الشريطية وده نعرفهم دلوقتي وطودا السكاريس تطفل تفايلات داخل جسم الانسان بتبقى من جواباً وبتشاركوا في الخازاء المهضوم وبتتغسى على محتويات الانسجة بتاعته او الخلاق قال لي زي السكاريس زي ما قلنا والفلاريا والكبادية والشريطية والبالهاريسيا بتده الشريطية دي من التفايلات عشان بتحصل على غزاء من العائل وسبب له ايه؟ الدرر قال لي موت العائل خطر على التفايل عشان كده هما بيموتوش بيخليه عائل بيسيبه بازا بس ليه؟ عشان العلاقة بيعتمد على الهاتمات كلي ما هو لو مات؟ مين لا يجب له الاكل بعد كده؟ مفيش حد فهو لازم ياخد منه لو يقعده ويسيبه بازا او درر بس ما يقتلوش ولا يموته عشان المرة اللي بعدها يجي يلاقي الاكل عنده تاني ياكل منه تاني المرة اللي بعدها يجي يعرف ياكل منه تاني فبقى بيسيبه بايه؟ بخطر بس لكن لا يقتله ولا يفترسه قال لعندي بقى في امراك بتسببها التفايلات للانسان زي طبعا بعض انواع البعوض اللي احنا شايفينه ده بيسيب الانسان بمرض اسمه مرض الملاريا بيسيب الانسان بمرض اسمه مرض الملاريا وته طبعا تطفل خارجي والعائل هو الانسان اللي هو بيتصاب يعني ماشي كده؟ عندي بعد كده فيه انواع من البلاغيت بتصيب الانسان ويتسبب له مرض الطعون ومرض الطعون والعائلات بالله ده كان مرض خطير جدا 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 كان يعني انا عاوز اقولك كان معدل كورونا بمراحله يعني كورونا كامبو مش حاجه يعني بالنسبة للطعون والحمد لله يعني ايه بقى فيه علاج له دلوقتي ولله الحمد ان شاء الله كورونا برضه رايب ان شاء الله يبقى فيه علاج له برضه بإذن الله يبقى بعض انواع البلاغيت ده تطفل خارجي خارجي وديه بسبب الانسان بمرض الطعون دائل الفلاريا وانسيب الانسان لدurat الفيل هنا منoc accommod bell ان شاء الله شيئ يدمجه مش خ supporter ابقى دائل اسم عشان شكل القدم بيرش بايه قدم الفيل في حجمها. ماشي كده او ده البلهارسيا ده اولاد ده اللي مات بيه الراحل عب حليم حافز. مات برضو بسبب البلهارسيا اللي كانت عنده. ماشي يا شباب برضو ده مرض خطير برضو بيعمل تلايب في الكابت ولا عيازه بالله. كده عندي بعد كده الترمم. كده عندي الايه الترمم اخر حاجة معي. الترمم بقى الترمم بعد ما الكائن بيموت. بعد ما الكائن بيموت. يعني بيبقى في واحد ميت واحد عيش. تحصل في الكائنات المترمم على احتاجاتها من الجزاء بتحليل البقايا العضوية او اجسام الكائنات الميتة. بعد ما الكائن مالو بيموت. زي فطر عفن الخبز طبعا. زي فطر عيش الخراب. عيش الخراب قدامنا هود. زي فطر البنسيليون. فطر وين البنسيلي. دي بتبقى علاقة بعد ما واحد بيموت فيه. بيتبقى برعا بيحل بقى البقايا العضوية. والكسم الميت بيتحل والكلام ده كله. كده يبقى خلصنا الدرس مع بعض. ان شاء الله المرة الجاية نشرح اخر درس في الوحدة. دي بخلصنا المنج مع بعض. ونبدأ بقى نراجع سوا. اشتركوا المرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.